موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهدون على العصر حيث نوصل الاستماع إلى شهادة الرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي سيد الرئيس مرحبا بكم شعرك إيو أنت ستترك بلدك إلى بلد آخر تهاجر قصريا يعني مقبر على الهجرة من هذه البلد إلى حيث يعيش أبوك مطاردا لا هو والدي لم يكن مطاردا في المغرب والدي بالعكس يعني استقبل استقبالا رائعا هو كان عنده علاقة سياسية كبرى بكبار السياسيين لا نتنسى هذا الجيل يعني كانوا يعرفوا بعضهم وكانت هناك محبة وتعاون بين المغاربة والجزائريين والتوانسة يعني كانوا يعتبرون نفسهم بلد واحد ولهذا لما ذهب إلى المغرب وجد حفاوة كبرى استقبله الملك محمد الخامس مع الأمير أنا ذاك الأمير الحسن وأعطيت له مكنت له كل فرص العمل وأصبح محاميا مشهورا يعني لم يعاني كثيرا من المغاربة بقدر معانا من التوانسة من فكرة أنه يعني مضتهد يعني أنت لما انتقلت إلى المغرب حسيت باختلاف تان في وضع الحياة طبعا إحنا مرنا من الفقر إلى لا أقول إلى ثروة وإنما إلى أصبحنا يعني عائلة موسرة لأن والدي لما ذهب إلى المغرب في البداية إلى واحد والستين كان يمارس نوع من النشاط السياسي لكن لما صفيا الشهيد صالح بن يوسف لمغتيل فاهم أن السياسة انتهت له في تونس فاستقر وأصبح فتح مكتب محامات وأصبح محاميا مشهورا واصبحنا بحيث لما احنا خرجنا من تونس يعني كنا نعاني الفقر والخصاصة حتى لا أقول الجوع بين عشية ونضحها أصبحنا نبيت وسيارة وكذا وانتقلت مباشرة من وضع الفقر إلى وضع الأقل البرجوزية المتوسطة كانت نقلة هائلة في حياتي بورقيبة كان صراعه مع اليوسفيين ممتد في أشد بلغ في سنة 58 داخل تونس نعم الصفي سعيد في بورقيبة سيرة شبه محرم يقول خلال حوالي سنة من كانون الثاني يناير عام 1958 إلى كانون الأول ديسمبر 1958 اكتشف بورقيبة أكثر من ثلاث محاولات الابتيالي راحة في الأولى أبعين ضحية بالإعدام ععد ما في الثانية 55 رجل وفي الثلاثة 130 هؤلاء جميعا اتهموا بالتعاون مع الزعيم المنفي صالح بن يوسف أعدم رسميا 230 شخص غير تقديركم قد إيه لعدد اليوسفيين تقريبا 3000 3000 هذا تقديري أنا الشخصي حسب ما أعرفه وما قرأته وما أسمعه يعني المذبحة كلها 3000 تقريبا استمرت كم سنة المذبحة دامت من من 55 حتى يعني حتى الاستشهاد الزعيم 61 واحد وستين احنا هنا الغرب لم يكن يعترض على سلوكاية بورقيبة على الإطلاق فيه هذه الجرائم التي كانت تعتبر كلها جرائم منافية لحقوق الإنسان عمليات تصفية وقتل يعني على هوية الانتماء السياسي المعارض له وكررجلهم رجلهم يعني صحيح هو أقنع الغرب أن صالح بن يوسف يريد أن يأخذ تونس إلى المعسكر الشيوعي وأحيانا المعسكر العروبي وبالتالي ضمن دعمهم حتى يبعد تونس وتظل في الفرانكوفونية ببضبط نعود أن أقول لك أنا بالنسبة لي القضية منذ البداية كانت صراحة حولها تونس هل هي بلد عربي مسلم يجب أن يكون في إطار هذا الاتحاد المغاري بالاتحاد العربي أو هل هو يعني مجرد تواصل في الجنوب للثقافة الفرنسية رغم العدوة الشديدة بين الرجلين اتفق على الالتقاء في زيوريخ في 2 مارس أزار 61 لديك معلومات عن هذا اللقاء؟ لا لا لديك معلومات لكن الشيء الثابت هو أنه كان هناك منذ البداية نية لإغتيل صالح بن يوسف والشخص الذي كلف بهذه العملية اسمه هذا البشير زرجعيون أصبح اسمه معروفا يعني ولم يتعرض لأي شيء وبرقيبة هو الذي أعطى الأمر للإغتيال وتمت العملية في فرانكفورت يعني تتذكر أنه السيدة صافية صالح بن يوسف حكت لي بعض التفاصيل لا أقول لي هي حكت لك إيه؟ لأن أنا الرواية اللي عندي هنا رواية الصافي يقول كان الموعد في الثاني من أذار مارس 1961 نعم أما المكانه فكان في زيوره وتحت حراسة البوليس السويسري كان برقيبة عائدة من الرباط بعد اشتراكه في جنازة محمد الخامس وذهب مباشرة من باريس بعد لقائه بجنرال دي جول في رامبويا أما بن يوسف فقدم مالقاهرة مباشرة وكان شرط بن يوسف الوحيد أن يتم اللقاء تحت حراسة البوليس السويسري بعيدا عن الحرس الرئاسي التونسي اللقاء ده حصل بينهم تلاسم تهددوا بعض وبعده قيل لأن برقيبة تطول بن يوسف تطول على برقيبة في حضور وسيلة التي لم يكن تزوجها بعد كما جاء في الرواية هنا قرر برقيبة أن يضع صراعا وأن يقضي عليه وجاءت قصة زرق العيون احكي لنا ماذا قالت ابنة صالح بن يوسف لك هي حكت لي بالتفصيل قضية الاغتيال أنه طلب هذا الموعد وجاءه للنزل وأطلق عليه الرصاص وهي حكت لي أنه لم يمت على لحظة وهي واكبت احتضاره حضرت كانوا موجودين معه في الفندوق بعدين جاءت وواكبت احتضاره وأنه احتضاره دام تقريبا ساعة أو ساعتين وهكذا حكت لي ظروف اغتياله وأنها طبعا حال أصيبت بصدمة كبرى لكن الشيء اللي لفت انتباهي يعني بعد ما حكت لي قصة وبعد ما كونتك أنه عندك رجل دولة يأمر بقتل غريم وأنه هذا في تلك الفترة كان يعتبر شيء طبيعي اليوم لو صير يعني شوف رغم كل شيء تغيرت المعطيات هذا اليوم أمر لم يعد مقبولا أو لم يعد يمكن السكوت عليه لكن في تلك الفترة كل الناس كانت تعلم أنه هو الذي أعطى التعليمات للقاتل الرجل وأن القاتل معروف ومع هذا فبالنسبة للغرب كما تحكي أو كذا كان شيء طبيعي لكن سادة الرئيس لا تنسى لا زال إلى الآن عمليات تصفية للخصوم السياسيين بتجري بتقوم بها أجهزة مخابرات بتقوم لسه العميل الروسي مغتالينه في لندن أيضا معروف مين اللي اغتاله القزافي كان إلى عهد قريب يغتال خصومه بشكل لم يكن أحد أيضا يستطيع أنه وكانوا كل كل عارف أن القزافي اللي بيقوم بهذه الجرائم فالأمر لم يتوقف لاغتيال السياسي لم يتوقف لم يتوقف بطبيعة الحال لكن شوف لما يصير فيه اغتيال مثلا رفيق الحرير تقوم الدنيا ولا تقعد بطبيعة حال تقول ماذا فعل حركات حقوق الإنسان ومحكمة الدولية إلى خير لكن شيء ثبت هو هو معروف مين القاتل للرافيق الحريري ومع ذلك الدنيا الآن كلها بتدور في حلقة مفرغة هنا الإدانة الأساسية لبرقيبة هو اعترافه برقيبة في ندوة في 73 في معهد الصحافة فقال أنا الذي أمرت بقتل صلاح بن يوسف وبالتالي الرابع الأنهى القضية محسومة القضية محسومة وستحسب عليها لأنه في آخر المطاف هو يتحمل هذه المسؤولية التاريخية لكن أنا أعاون أقول لك أنه أنا كشخص شيء وعندما كنت رئيس الدولة كشيء آخر يعني بالنسبة لي يجب تكريم صلاح بن يوسف وأنا كرمت زوجته استقبلتها أكثر من مرة استقبلت أولاده يعني تحدثت عنه في كثير من المرات لكن في نفس الوقت لم أكن على استعداد لإثارة هذا الموضوع حتى لا تصير فيه حساسيات لأنه في آخر المطاف نأنك هذه الجروح يمكن أن يؤدي إلى عواقب سياسية نحن نريد مصالحة وطنية حقيقية لكن في إطار معرفة الحقيقة وتحميل كل شخص مسؤولياته الرواية تقول أن زرق العيون كلفه برقيبة فزرق العيون انتهس فرصة أن صالح بن يوسف يبحث عن أي ضباط يقوم بهم بمحاولة اغتيال لبرقيبة أو انقلاب عليه أرسلوا اتنين محمد وردان وعبدالله بن مبروك على هيئة ضباط في الجيش وريدوا عمل انقلاب وهو دخل في الموضوع وقاموا بقتله في الفندق في فرانكفورد هل نقول أن تصفيت صالح بن يوسف وقتله في فرانكفورد سنة 61 كان انهاء لليوسفيين إلى درجة ما نعم لأنه أنا ذاك أنا أتذكر أن والدي في 61 قال لي بعد اغتيال زعيم قال لي كل شيء انتهى هو نفسه قال لي هو أبو قال لي انتهى يعني كان القضاء على صالح بن يوسف قضاء على حركة اليوسفية لأنه في خلم الطاف لأغلبية الناس تترمي حول حول شخص وهو الذي كان يجمع ما بين إذن اليوسفية لم تكن فكرا يعني كانت شخصا يجمع ربما ناس تتوافق معه في الهدف لكن لم تكن مدرسة فكرية هي المدرسة الفكرية هي كانت أولا مثل ما قلت لك هي كانت وليدة اللحظة هي كانت رفض قضية أساسية اللي هي الاستقلال المنقوص طيب الاستقلال وقع وتم ثم تحسنت الأمور إذن القضية التي بني عليها هذا الانشقاغ انتهت ماذا بقية بقية قضية الهوية وهذه الهوية كانت مسألة يعني أوسع من إطار اليوسفية بما أنه كانت القومي ثم بعد جاءوا الإسلاميين أخذوا هذه الأفكار حيث إلى درجة ما كل القومين التونسيين أو كل الإسلاميين التونسيين الكل هم يوسفين من أين لا يعلمون برقيبة ظل لسنة 62 وهو غير مستقر في حكمه يعني من 55 إلى 62 حركات تمرد كثيرة كانت تجري ضده كراهية من الناس لا سيما الذين كانوا يشعرون بأن البلد لم يحدث تحرير حقيقي وهناك استقلال منغوص اليوسفيين أيضا بما يحملونه من أفكار ومن غيره لكن برقيبة خطى عدة خطوات تمكن من السلطة في يديه خلع البي أعيان كلهم رماهم للنسيان قتل بن يوسف أنهى المقاومة اليوسفية فرنسا أيضا في 25 مايو 61 لما الجمعية العامة صوتت لخروجها من تونس فده كان بمثابة انتصار بالنسبة له جمع كل السلطات في إيديه نعم وأصبح هو الحاكم الأوحد للبلاد إلى أن جاءت المحاولة الانقلابية الفشلة في 62 فهذه أيضا مكنته من أن يقضي على آخر آخر هل نقول أن الحكم استتبى لبرقيبة فعليا في العام 62 نعم نعم لكن ما تعرف كل ديكتاتور عندما يستتب له الحكم فهو لفترة معينة ثم تبدأ من جديد يعني حلقة أخرى من التمرد ومن المشاكل يعني برجبة حياته كلها كانت مشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة لأنه لسبب بسيط هو أنه يعني لم يتعامل مع المشاكل الحقيقية التي كانوا منها المجتمع التونسي ولم يستطيع أن يجمع حوله إلا مجموعته وزمرته وإلى هذا يعني إلى هذه هو أيضا كان كما فعل عبد الناصر أنه تخلص من قيادات الضباط الأحرار برقيبة نفس القصة يعني كان على 62 خلص على كل المناضلين اللي كانوا معاه ولم يبقى حوله إلا يعني بقايا من الناس ممن يقولون سمعا وطاعا ما هذه المشكلة متع كل المستبدين كل مستبد يعني لا يستطيع أن يتحمل حوله الشخصيات القوية وشخصيات التي تستطيع أن تنيره إلى خير وفي آخر مطاف يصبح حوله كل يعني لا أقول الحثالة ولكن أقل الناس قيمة وقدرا وكذا وهذا هي أحدى آليات يعني انخرام النظام الاستبدادي هو النظام الاستبدادي لا يفسد فقط بكون المستبد يتمكن من السلطات وإنما لا يجمع حوله إلا أضعف النفوس وإلا أصحاب السوء والشر وهؤلاء يقودونه شيئا فشيئا إلى نهايته طبعا التجربة هنا كانت تجربة الاشتراكية اللي دخل فيها البلد في 5 سنوات كانت كارثة والشعب التونسي دفع 8 باهز لكن أنت كنت انتقلت للحياة في المغرب في ذلك الوقت أنت في سنة 64 حصلت على السنوات العامة بتفوق من طنجة وحصلت على منحة بسبب تفوقك أيضا للدراسة في فرنسا لماذا اخترت دراسة الطب؟ والله اخترت دراسة الطب لأسباب هو في البداية أنا درست يعني درس العلم النفس ودرست الطب بسرعة لأنني اعتبرت أنه شوف والدي والدي كان يعني في تلك الفترة عادة المحامين يحب ولادهم يبقوا محامين الأطباء يحب ولادهم يبقوا أطباء هو والدي كان عنده خشة هو كان يقول لي لا تمرس السياسة السياسة بنت كلب والسياسة هكتشوف يعني هو كان أنا أستغرب لبعض الأباء نعم ودي أنا شفتها قدامه كتير يعني حتى لما جيت أسجل مع جهان السادات تقول لي أنور السادات كان يقول لي جمال ابنه إياك أن تقرب السياسة بالضبط في الوقت اللي بورك ورّت ولده في السياسة والشاف في الدنيا راحب فيه أنا والدي فأنت يعني لماذا الأباء الذين يعملون في السياسة ويعانون يحرصون أن أولدهم أنا عانيت في حياتي كصحفي وعايز ابني يطلع يعاني زيه مش عايز ابني يعيش حياته أنا والدي كان عنده مرارة كبرى مرارة كبرى لأنه يعني والدي دخل في النشاط السياسي في الأربعينات يعني وكان يجمع السلاح من الجنود الألماني اللي يتركوا سلاحهم وكان يعني يهيئ الانتفاضة يعني كان رجل والدي كان رجل قلم ورجل سلاح ويعني دفع ثمن باهظا للثورة والاستقلال وفي الحياة ثم يجد نفسه منفيا يجد نفسه متهما بأنه خاين لا يستطيع أن يعود إلى بلده إلى خيره يعني كانت عنده مرارة كبيرة وهذه المرارة كنت أشعر بها كل ما قل يسمع السياسة بفيش خير أنت إيه اللي كان بينك وبين أبوك يدور من نقاشات كانت نقاشات طويلة وعريضة يعني في السياسة كانت في السياسة في الأدب في كل والدي كان مثقف جدا كان يقرأ كثيرا هو لعلم أن يحب الكتب ومثل ما قلت لك إحنا دارنا في بيتنا المتواضع كان فيه غرفتين مليانين كان بالكتب ومثل ما قلت لك في البداية بالسلاح بالمسدسات اللي كان يهربهم ومش عارف شك كان يعمل بهم هو الذي علمني حب القراءة وحب ثم بعد أنت في الفترة دي كنت بتقرأ إيه قراءتك الحرة إيه كل شيء تقرأ روايات مثلا أنا بعطيك يعني والدي في 52 53 54 كان دائما يدخل بكمية من الجرائد المصرية بالأساس آخر ساعة روز اليوسف المصور يعني هذه كنت أقرأها طول الوقت بحيث كانت أيامها مجلات لها قيمة كانت لها قيمة فيها جهد صحفي فيها تميز لأن الوضع اختار كنت أقرأ وأتذكر أنني في 52 يعني كنت أحفظ كل أسماء القيادة الثورية المصرية كلهم كنت وكان يخذني والدي على المقاهي أحيانا وكذا وكلهم اسألوه اسألوها الطفل فسألني واحد منهم قال لي ياش اسمه زعيم الحركة الآن الموجودة في كينيا قلت له اسمه الماو ماو فدهش وقال لي اسمه زعيمهم قلت له جومو كينياتا فدهش ثم قال لي تعرفش اسمها الضباط المصري فذكرتهم لهم كلهم محمد نجيب جمال عبد الناصر لأخير لأنني كنت أقرأ كل جرائد كان يأتي وكنت أقرأها أحيانا قبل أن يقرأها هو لما رحت المغرب عافوا نعم كنت أقرأ كل شيء يعني كان عندي نهم كبير للرواية المصرية بطبع الحال أنا ذاك كنت أقرأ أيضا كثيرا لجورج زهدان كانت القصص التاريخ طاح سين لأيام قرأته ونعمل 12 سنة ثم بعد كي لما ذهبت كنت تعرأ بالفرنسا أيضا كنت أقرأ أيضا بالفرنسي ولما دخلت المدرسة الفرنسية اكتشفت أنه مستوية في اللغة الفرنسية كان أحيانا أحسن حتى من الفرنسيين أفسهم لأنني كنت أقرأ كثيرا هو شوف أنا ذاك لم يكن لعنى لا تليفزيون لا في جغل الكتاب شيء الوحيد والكتاب حيث وما أنه كانت عندني مكتبة كبيرة جدا كنت أقرأ إلى درجة أنا أذكر مرة أنه قرأت كتاب الجاحظ وأنا عمري في السابعة أو في الثامنة ولما دخلت لما دخلت المدرسة الصديقية نحكي مع الأستاذ قطوة أستاذ عندي رواية قرأتها البارح عن الجاحظ قال لي أنت تقرأ الجاحظ قطوة قرأت البخلاء ما صدقنيش من الغد جبت له الكتاب قلت له هاو الكتاب البخلاء فقال لي أنه يمكن استعيره منك استعاره ولا ما يرجح لي أبدا لو رجعت لاختيارك الطب أي رجعت لاختيار الطب الطب الأساس لأنه وصلت لحادثة عائلية يعني لعبة دورا كبيرا في توجيهه للطب ثم في توجيهه للطب الاجتماعي يعني كانت عندي أخت كانت عندها بنتين والولادات الثالثة أخذوها من مدينة دوز هي قريتنا في الجنوب حتى تولد تلت بنتها أو ولدها في المستشفى لأنه لم يكن لقابلات ماتت في الطريق ماتت في الطريق على المحملة في السيارة شحن إلى آخر في ظروف فضيعة جدا فهذه الفكرة بقيت كيف ممكن أن نساء يموتوا فهذا هو الذي أجبرني لابد أن أكون طبيب وأن أمنع مثل هذه المصائب أنت لم تكتفي بالبكالوريوس حصلت على الماجستير والدكتوراه تخصصت في طب الأعصاب نعم ليه طب الأعصاب أيضا؟ أنا في الواقع أعمل ثلاث تخصصات الطب الباطني وطب الأعصاب وطب الوقائي ثلاث تخصصات لأنني خرجت من كنت طبيب استشفائي جامعي طب الأعصاب ليس طب النفسي نيرولوجي وليس بسيكاتري يومنا دائما تخطأ يعني أنا ربما ستفاجأ أني جئت لهذا الاختصاص ما يباب الأدب يعني دوستويفسكي هو كان من الكتاب الذين قرأتوا لهم كثير إلى درجة أنه عندي صديق ذهب إلى روسيا من عشر سنوات قال لي ماذا أتيك من ليننجراد قلت وجيب لي صورة دوستويفسكي وصورة دوستويفسكي موجودة الآن في مكتبي دوستويفسكي قرأت تقريبا كل قصصه ودوستويفسكي كان مصاب بمرض الإبليبسي يعني اللي هو الصرع وكل أغلب يعني أبطال قصصه الأمير إلى خير كانوا مصابين بالصرع فأنا كنت أهتم كثير بهذا المرض فهو الذي وضع في نفسي أنه والله سأصير مختص في أمراض الصرع وكنت مختص في أمراض الصرع عندي فيه كتابات ودراسات علمية علمية ولما رجعت إلى تونس يعني كان سألت الأستاذي هذا اللي اسمه بن حميدة قلت له أعطيني قسم أختص فيه بمعالجة مرض الصرع وبدأت يعني أحضر لهذا تخصص صعب تخصص صعب لكن كان بهمني جدا ثم بعد كنت تحولت من الأسباب السياسية إلى الطب الاجتماعي ثم بعد كنت دخلت في أشياء وتركت هذا الطب وأنا آسف لهذا لأنه لو كان في ظروف طبيعية لو كنت عشت في بلاد طبيعي ربما أصبحت أستاذ بارس في هذا العلم ثم لما رأيتني لا في السياسة أنت عشت في فرنسا من أربعة وستين لتسعة وسبعين خمسة أشتر سنة نعم ما الذي تركته هذه السنوات في شخصيتك شوف يعني كان هناك قبول وفي نفس الوطن صد يعني أنا مرة سمعت بومبيدولي هو كان رئيس الجمهورية يقول علموهم الفرنسي حتى يشتروا فرنسي حتى؟ يشتروا فرنسي فصدمتني هذه الجملة يعني قلت شو أنا جاي لفرنسا حتى أصبح مجرد شخص سينقل الثقافة الفرنسية ويستهلكها وطيلت هذه الفترة خمسة عشر سنة حاولت أن أحافظ على الهوية فوصلت القراءة والكتابة بالعربية والانخراط أسسنا جمعية ثقافية دعوة لفلسطين يعني لم أبعد ولا يوم عن الثقافة العربية الإسلامية لأنني كنت متمسك بها وفي نفس الوقت كنت شاعر أن هذه ثقافتنا الآن في مأزق في ورطة ولابد أن يذهب للآخر لنعرف لماذا كنت متوقع علميا ودراسيا وأصبحت تدرس الطب أيضا إيه اللي تقف راسك تسيب أستاذ في كلية الطب في فرنسا وأنت كنت في مقتبل شبابك وتقول عايزة روح تونس الوطنية كان مفهو الوطنية تردتك أنت وابوك من تونس طيب لكن أنا مثل ما قلت لك أنا عندي أخت ماتت في الطريق قلت كم هناك من النساء يموت منك في الطريق لأن الولادة صعبة كم هناك من قلت ثم أنا بالنسبة لي تعريف للوطن هو الأرض التي تحتاجك الأرض التي تحتاجك لا أقول للتعريف ده تاني لأن التعريف ده وطنك هو الأرض التي تحتاجك مش اللي أنت تحتاجها لا لا بدا إذن أي بلد كان يحتاجني فرنسا كانت تحتاجني مكانش تحتاجني يعني أمشي أبقى رغم أنك تزوجت فرنسية تزوجت فرنسية أصبحت أساس في كلية الطب بإمكاني أنا أعيش برافها وكذا لكن وطني هو الأرض اللي تحتاجني يحتاجني تونس هي الفقرة هي الفقرة هي الفقرة المرض كده يعني كنت أشعر بالعيب أنني أبقى في بلدي في يعني أترك أترك البلد الذي يحتاجني ثم أبقى في البلد الذي لا يحتاجني لماذا لا ترجع إلى البلد اللي أبوك يعيش فيها هنا ربما فيه كانت إرادة المواصلة نظار للوالد يعني أنا كنت شعر أنه هو أخفق إلى درجة ما وكنت أشعر بمرارته وكنت أشعر أن علي لا أقول أن أثأر له أو أن أنتقم له لكن علي أن أتابع نظاله أنت انفصلت عن تونس 17 سنة تقريبا وفجأة عايز تروح تعيش في تونس وانت سنوات طفولتك مريرة في تونس ما هو ذا الحب للحبيب الأولي الانطباع الأول هي كان عندك رؤية هتروح تعمل كان عندك رؤية عن المجتمع الذي ستذهب إليه عن البيئة عن السياسة عن أن الرجل الذي يحكم الآن هو الرجل الذي طرد أبوك من تونس كنت أعرف هذا لكن كنت أعرف صفة سطحية لأنني لما عدت إلى تونس كان اكتشاف رهيب اكتشاف المجتمع الذي خلقه وضع الاستبداد بين قوسين أنا عملوا عليها حملة منذ تقريبا 15 يوم لأنني في تصريح لزميلك علي ظافيري قلت أني لما رجعت إلى تونس وجدت تصرفات اجتماعية التي هي غير مقبولة تماما فقامت القيامة أنه أنا أسيب التونسيين بينما أنا أحب تونس ده طلبوا بإسقاط جنسيتك نعم طلبوا بإسقاط الجنسية مني طلبوا بإسقاط الجنسية مني لكن أنا صحيح حاجة معليك في بيتك وأزوك طيب لا لا هم حاولوا يحاملوا عملوا مظاهرة دعوا إلى مظاهرة جمع على 15 شخص لكن هذه حقارات وتفهات لا أهتموا بها لكن الشيء المهم هو أنني لما رجعت إلى تونس يعني اكتشفت أنه يعني مجتمعا ضرب فيه الفساد بكيفية رهيبة نتيجة هذا الاستبداد اسمح ليه أنت بروفيسور يعني قبل ما تاخد قرار الرجوع ليه ما روحتش تدرس المجتمع اللي أنت عايز تروح تعيش فيه ده الأول وتقرر إذا كان يناسبك أم لا إذا كنت ستستطيع أن تصلح فيه أم لا أن تغير أم لا إذا كان هدفك من الزهاب يتناسب مع الحلم الذي فيه رأسك أم لا طريقة التفكير لم تكن كبير طريقة التفكير أنه فيه هذا البلد بيحتاجني يعني أنا تعلمت خضرات مش عرفك أنه محتاجة طبعا أنا طبيب مختص وهذا ما وقعه في الواقع هذا الضبط ما أنا أقول لك كده أنك لم تدرس الأمر بشكل جيد شوف أنا عمري ما كان عندي يعني هاجس أنه والله يجب أن أحقق كذا وكذا لشخصي وأن يكون لي مكان أو مكانة أو ممزل أو كذا أنا بالنسبة لي الحياة الحياة يعني لذة الحياة في أولا في النضال ثم في أنك تواصل يعني تخلق شيئا ما واضح أنه بالنسبة لي في المغرب لم أكن أستطيع أن أخلق لأنني لم تكن ليها الجلسية المغربية ولم أكن أستطيع أن أعمل شيئا فرنسا لم تكن تحتاجني تونس كانت فيها كل الإمكانيات أن أؤثر أو أن أفعل شيئا وعط لي على هذا الأساس اسمح لي في الحلقة القادمة أبدأ من هنا عودتك إلى تونس وبدايتك لمرحل النضال ضد برطيبة ومن بعده ضد بن علي شكرا جزيلا لك شكرا كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة الرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي في الختم أنقول لكم تحيات فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة